خليني أرجع في شيء مرتبط بهذا الجزية و أتأكد لي هذه المعلومة و أتصحيح ياسر تواجري في بداياته الأولى كان إماما و مؤذنا لمسجد هل هذه المعلومة صحيحة أو لا أتأكدها لي و ماذا تركت هذه التجربة فيك إن كانت صحيحة طبعا أي نعم كنت بس ما هو بالشكل الذي يتوقعونها الناس و شو الشكل يعني قبل أن باتلي لحيها أصلا أنا عمري 14 سنة و مسجد في حارتنا أبوي الله يرحم المسؤول عنه و الموجودين شبان كلهم ما يعرفون يقرون وحنا المسؤولين عنه حتى مفتاح المسجد معنا و يوم خلاص و صرت أنا المؤذن و لي ما لمدة سنة و نص لأنه فصلوني فصلوا و ليه فصلوا وك فصلوني أشوف هي قصة طويلة عطية أي قبل المسجد أنا كنت طالب حلقة زين واضح طالب حلقة كنت أدرس أنت و أدرس حلقة في مسجد بعيد عن بيتنا و كنت مجتهد صراحة أي فالمسجد الذي عند بيتنا هذا ما خلاص هو المسجد كان بانيه شخص متوفي و تارك عظم فما خلاص أثناء دراستي في الحلقة هنا كان الله يرحمه الوالد و الجماعة و العمه و الجماعة اللي في الحارة قاطين قطة و يصل الحونة و لكن نبويه المسؤول عن الله يا رحمه انتبه النبويه المسؤول من هنا بيجيك موضوع أي فكنت أدرس في الحلقة البعيدة كان يوديني أخي ماجد لها في الاختتام الأنشطة حق الحلقة و درس الحلقة حنا للطلاب الصغار عمارنا على 12-13-12 سنة يسوي لنا أبغريت شلون يطلع ثلاثة أربعة في الاختتام و يخليهم يدرسون حلق فرعية بس نان أصغر ندرس اللي عمارهم 6 سنين 7 سنين مزين فيوم جاء اختتام الأنشطة كل سنة يخرج أحد مدرس الحلقة الله يذكره بالخير طلع اثنين و خلانا حنا الباقين و أنا من ضمنهم ما اختارني رغم أني كنت متأكد مثل ما شوفك أنه يختارني شوفنيك مستحق ذيك اليوم و ليش ما اختارك طبعا أكيد عندها أسبابة لكن الأسباب اللي أنا يمكن أن أكون ظلمت فيها مساكت ثلاثة من الشباب اللي أقدر سيطر عليهم قلت لهم شوفوا مسجدنا أبوي بخلصة وهذا ما طلعنا ندرس حلق فرعية طبعا حنا ليش نستانس أني طلعنا الحلق فرعية ليش عشان نفتك من الدراسة من أول عصر نصلي العصر و ندرسها الأطفال اللي إلتي معهم لين يبقى على ذا المغرب نصلاح نجي نسمع المدرس وجه و يذنوا نمشي ما نبغى يعني فقلت لهم أسمعوا مسجد نبي خلص و هذا الرجال مدرس الحلقة طلع هذولا لأن أبوهم دكتور و شيخ أبوهم كان دكتور و شيخ الله يذكر أبوه خيرا طلعهم يتزلف له هذا منافق على شان أبوهم خطيب الجامع و دكتور و شيخ لين ما طلعوا لهم حسيت بالطبقية اسمعوا يا فلان و يا فلان قالوا نعم قلت مسجد نبي خلص صحيح بعيد عليكم لكن أمكن أدبر أنا أخوي ما أجد يجيبكم كل يوم تعالوا أبخليكم أنا كل واحد يدرس حلقة هناك أنا أدرسوا صغار و أنتم درسوا صغار بدأت تتشرح حلقات و رب الكعبنا هذا الجاري فضوا طبعا ارفضوهم طبعا قالوا ما نقدر أهلنا بعيد عننا فأنا و أثنائها بعد فترة خلص المسجد قالوا أبوي خلك أنت الإيمان أنا كطالب حلقة الله ليه وريك أوزيت في الشيبان وزاي ليه الركعة أولا البقرة شيبانا بعصية و متعبوا و بعدين المشتانس في صدى و مقرفون الله روعة و خصوصا المقرفون الداخلي للمسجد فقمت أدرس حلقة هناك و أنا الإمام و أنا المؤذن و أنا الفراش و معي مفتاح المسجد ما هو علشان شيء متحكمين في المسجد للنبوه هو اللي يمركب المكيفات هو اللي يمسنع على المواضيع ذي مع الجماعة وحنا المسؤولين ففي تسلط الموضوع يعني مسجد حقنا نعم حقنا فقعدت سنة إمام و مؤذن جوشي ما قالوا يا أبو عبد الله الله يرحم والديك فكنا من دا الوريء ليه قالوا أشغالنا أشغال حين بصلي الفجر و نروح لأرزاقنا زين و هذا يجلد نجلد و لا قضاية لازم أحدث و هم أجاويد شيء يعني على دين الأولين ما يبون يخلي قطعنا الحديث أو قالوا ما نبيه حنا جايبين لجودين نبين نحطه إمام جابوا لجود يحطه إمام صرت مؤذن الله وكيلك دقيقة وحدة و ممن داخل الحي دقيقة وحدة يتأخر عن الوقت ثانية أحيانا و الله أنا أسمع سيارة أتوقف عند المسجد أقيم و صلي فقعت بعد ستة شهور بعدها بعدين يطل عمر جاء الوالد نفس الشي قالوا في واحد مؤذنة أجودين و أدنا نخليه يصير مؤذنة ما صلحت له صلوهني طبعا مع عقبها ما صليت المسجد صلي عند مسجد بعيد عند محطة ايه و الله زعلت طبعا درست حلقة لمدة 28 شهور و مضمنهم أخوي أحمد درسته و مضمنهم واحد الآن فنان شعبي ما شاء الله و الله يعني كانت ببساطة فما كانت ما كان الموضوع يعني ما كنت يعني ما أصنف يعني لا أنا سؤالي لا 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 تركت فيك شيء تركت في شيء أكيد أكيد إيش تركت فيك إيش أثرها تراءت القرآن شيء طيب إني أمهم في المسجد شيء طيب رجل لا عندي فكر ولا كبير في العمر أفهم أصلا شيء جميل يعني شيء جميل ستجربة أتشرف فيها طيب لأنها ما خرجت في أي راديكالية في الموضوع ولا تطورت يعني وبعد على فكرة أثناء ما كنت إمام مسجد أنا أثناء ما كنت إمام مسجد انقلبت أنا و أخوي ماجد في السيارة و كان اللي يشتغل راشد الماجد و أنا إمام مسجد و أنت إمام مسجد أعلمك أنه الموضوع كان على الفطرة طرح ما هو طيب أنا بستمر معك مع هذا الحوال لك أستأدنك أنه ننتقل إلى الجزء الآخر من الديكور في شاشة الليوان توقّر